موسيقى قامت مصالح الدرك الوطني المكلفة بهذه التحريات بتقديم جميع الأطراف هذه القضية منهم 11 انبوتهم موقوف إذ بقيا 2 في حلت فرار أمام السيد وكيل جمهورية لدى محكمة بيرموراد رايز فتم متابعة مقتار في هذه الواقعة عن تهم تعريض حياة الغير لخطر وإعاقة الطريق العام بموجب إجراءات المثول الفوري مع مصادرة سيارات المتعلقة التي هي بعدد 7 سيارات و6 دراجات نارية مع وضعها بالمحشر سيد رئيس قسم المثول الفوري لدى محكمة بيرموراد رايز حين مثول المتهمين أمامه قام بتأجيل هذه القاضية بتاريخ هذا اليوم عند بضعة دقائق قام بتأجيل القاضية قرر بتأجيلها مع أمر بإداء جميع المتهمين 11 رهن الحبس المؤقت تم ملاحظة هذه الأيام الأخيرة عدة تصرفات من هذا النوع والتي تمس بالنظام العام خاصة على مستوى الطرق العمومية والشوارع فتقرر في هذا الشأن التعامل بالصرامة اللازمة ضد هذه الوقاعة والتي تمس بالسكينة العامة وراحة المجتمع بحيث ستعكف وزارة العدل من هنا فساعدا وبمعاية الشركاء الآخرين برسم سياسة جزائية خاصة بهذه التصرفات الغير مسؤولة ترجمة نانسي قنقر